شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين هذه الأيام تتعلق بسيد الشهداء الإمام الثالث من أئمة أهل البيت الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا الحديث نحاول بإذن الله تعالى أن نجيب على سؤال يراود أذهان الكثيرين ويطرحه الكثيرون وهذا السؤال يتناول الموقع المتميز الذي تختص به قضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه التضحيات التي شهدها التاريخ كثيرة والتضحيات والتضحيات التي يشهدها العهد الراهن كثيرة أيضا فلماذا هذا التميز الذي تختص به قضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في جانب آخر هناك كلمة مشهورة ومعروفة وأنا لم أجد لهذه الكلمة أي مصدر من المصادر الحديثية المعروفة وبعض المحققين أيضا ذكروا أنه لم يوجد أي مصدر معتبر لهذه المقولة المشهورة وهذه المقولة وهذه المقولة تقول كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء لم نجد لهذه الكلمة أي مصدر معتبر طبعا لعل الذين يقولون ذلك يقصدون أن الصراع بين الحق والباطل ممتد على مدى الأزمان وهو موجود في كل مكان ولكن كل أرض كربلاء لا توجد هناك أرض كأرض كربلاء كما في الأحاديث الشريفة ولا يوجد هناك يوم كيوم عاشوراء كما في الأحاديث الشريفة هناك حديث مذكور في أمالي الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه أن الإمام المشتبى صلوات الله عليه خاطب سيد الشهداء وقال له لا يوماك يومك يا أبا عبد الله فنقيض هذه المقولة نجدها في الأحاديث الشريفة في الإجابة على هذا السؤال يجب أن نقول إن النظر إلى التضحية تارة يكون يكون نظرا تجزئيا يقيم التضحية من خلال ذاتها ولكن هذا النوع من التقييم تقييم ناقص وربما يكون تقييما خاطئا التقييم التقييم الصحيح هو التقييم الشمول الذي ينظر إلى التضحية من خلال جميع أبعادها العوامل المؤثرة في تقييم التضحية متعددة ونذكر منها في هذا البحث خمسة عوامل العامل الأول شخصية المضحية العامل الثاني هدف التضحية العامل الثالث طبيعة التضحية العامل الرابع حجم التضحية العامل الخامس نتائج التضحية عندما نريد أن نقيم التضحية ما يجب أن نقيمها من خلال هذه العوامل الخمس العامل الأول شخصية المضحية هذه قضية مهمة في التضحية بل في كل عمل يقوم به عامل من هو العامل هناك حديث شريف مذكور في كتاب الفقيح وهذا الحديث له مقطعان المقطع الثاني أعجب من المقطع الأول النبي صلى الله عليه وآله يقول في وصيته لعلي أمير المؤمنين صلى الله وسلم يا علي ركعتان يصليهم العالم العالم يصلي والعابد يصلي ربما تكونان الصلاتان بدرجة واحدة من ناحية الخشوع والخضوع والشرائق والمقومات ولكن شخصية العامل تؤثر في قيمة العمل عند الله ركعتان يصليهم العالم أفضل من ألف ركعة يصليها العابد شخصية العامل مؤثرة في قيمة العمل هذا مقطع من مقاطع الحديث الشريف المقطع الثاني لعله أعجب من هذا المقطع النبي صلى الله عليه وآله يقول يا علي نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل وفي نسخة أخرى وفي نسخة أخرى من عبادة العابد عالم ينام عالم ينام وجاهل يتعبد الله سبحانه وتعالى من أول الليل إلى طلوع الفاجر نوم هذا العالم أفضل من عبادة ذلك العابد أو أفضل من عبادة ذلك الجاهل لا تنظروا إلى العمل فقط هذه نظرة تجزيئية انظروا أيضا من هو عامل هذا العمل التضحيات في التاريخ كثيرة التضحيات في العهد الراهن كثيرة ولكن من الذي قام بتلك التضحيات الكبرى إنه سيد الشهداء ومن هو سيد الشهداء هل عرفنا سيد الشهداء هل عرفنا الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه هنا تأتي مشكلة المعرفة من هو الإمام الحسين عند هذه النقطة تتفاوت الدرجات المؤمنين المعرفة لها قيمة كبرى عند الله سبحانه وتعالى الحديث الشريف يقول وأفضلكم أفضلكم معرفة من هو الإمام الحسين هل هو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى هذه درجة من درجات المعرفة هل هو إمام مفترض الطاعة على جميع الخلق هذه درجة أخرى من درجات المعرفة هل هو مصلح من المصلحين العظام هذه درجة من درجات المعرفة ولكن سيد الشهداء فوق ذلك وأعظم من ذلك أنا أذكر لكم ثلاث كلمات هذه الكلمات يمكن أن تعرفنا على جوانب من شخصية سيد الشهداء الكلمة الأولى هي الكلمة التي نجدها في حديث اللوح هذا الحديث الذي هو كنز من كنوز آل محمد هذا الحديث رواه الكلين في الكافي ورواه الصدوق في كمال الدين ورواه النعماني في كتاب الغيبة ورواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ورواه ابن شهر آشوب في كتاب المناقب الحديث طويل وهو يشكل كنزا من كنوز المعرفة هذا الحديث الذي جاء به جبرايل إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهداه النبي صلى الله عليه وآله إلى ابنته الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها ليبشرها بذلك الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الحديث وَجَعَلْتُ حُسَيْنًا خَازِنَ وَحْيٍ هَلْ نُدْرِكْ أَبْعَادَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ ما هو مَبْدَأُ الْوَحِي وَمَا هُوَ مُنْتَهَ الْوَحِي مَبْدَأُ الْوَحِي وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا هذا مَبْدَأُ الْوَحِي مُنْتَهَ الْوَحِي في مِعْرَاج النَّبِيِّ الْأَعْضَمِ صلى الله عليه وآله فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى هذا هو المَبْدَأ وهذا هو المُنْتَهِ الْإِمَامُ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَازِنُ وَحْيِ اللَّهِ هذا الجانب من عظمة سيد الشهداء طبعاً تحليل ذلك وتفصيل ذلك يحتاج إلى حديث آخر الكلمة الثانية هي الكلمة التي نقرأها في زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه إذا تراجعون مفاتيح الجنان الزيارة الأولى من الزيارات المطلقة للإمام الحسين تحتوي على هذه الكلمة وهذه الزيارة رواها الشيخ الكليني في الكافي ورواها الشيخ الصدوق في الفقيح ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب والشيخ الصدوق يقول إنها أصح الروايات سنداً يعني في باب الزيارة نقرأ في هذه الزيارة إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد الولاية التكوينية المطلقة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لسيد الشهداء وللنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولأئمة أهل البيت إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم الكلمة الثالثة هي الكلمة المعروفة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين هذه الكلمات الثلاث تعرف لنا جانبا من شخصية الإمام الحسين هذا هو العامل الأول العامل الثاني المؤثر في التقييم هدف التضحي ما هو الهدف عبد الله ابن الزبير ثار ضد الدولة الأموية وحرر في منظوره مكة المكرمة وقتل في سبيل ذلك قتل ولكن ما هو الهدف باللحظات الأخيرة حينما حسر عبد الله عبد الله ابن الزبير أحاط به الجيش الأموي وأخذ يرمي الكعبة بالمنجنيق وفقد عبد الله الأمل بالنجاة بعد ضاقت عليه الحلقة ما كان عنده أمل في النجاة جاء إلى أمه كما يذكر المؤرخون وقال لها يا أماه ماذا أفعل؟ الحلقة ضاقت فقالت له أمه إن كنت عملت لله فلا تخاف حتى إذا أخذوك وقتلوك وذبحوك لا يهم وإن كنت عملت للدنيا فبئس ما عملت ثورة كاملة قتل تضحيات ولكن الهدف الدنيا وعجيب حقيقة عبد الله ابن الزبير الآن لا تجدون له أثراً في التاريخ العمل الذي لا يرتبط بالله سبحانه وتعالى هذا العمل محكوم بالفناء ما كواحد يتبن ثورة عبد الله ابن الزبير لا يحتفى به في أية بقعة من بقاع الأرض فيما نعلم لا ترفع له راية الهدف الدنيا وتارة الهدف يكون الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ولكن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أرجو أن تدققوا في هذه الكلمة لم يكن هدفه الدنيا وكان هدفه فوق الآخرة الآخرة مهم يريدها سيد الشهداء يحبها سيد الشهداء ولكن هدفه أعلى من الآخرة ما هو الهدف الذي هو أعلى من الآخرة وجنانها وقصورها الهدف الأعلى هو الله نهضة الإمام الحسين مرتبطة بالله سبحانه وتعالى في زيارة الأربعين نقرأ وبذل مهجته فيك يعني في الله سبحانه وتعالى في تأتي بمعنى اللام يعني لأجل الله سبحانه وتعالى هذا هو العامل الثاني تركت الخلق طررا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك الهدف هو الله هذا مقام مقمم الأولياء والأصفياء إذن العامل الأول شخصية المضحي العامل الثاني هدف التضحية العامل الثالث طبيعة التضحية هذه قضية مهمة وقضية حيوية قد يكون الهدف الآخرة وقد يكون الهدف هو الله ولكن هذا لا يكفي الهدف هو الله ولكن هل التضحية في خط الله هذه نقطة محورية التضحية ربما تكون لله تضحية مضح ولكنها لا تكون في خط الله لا تخد عنكم الشعارات لا يخد عنكم البريق ربما حتى القائم بالتضحية حتى القائم بالعمل يعيش حالة جهل مرك واقعا يظن أنه يعمل لله ولكن هل حقيقة يعمل لله هذه قضية محورية الحديث عن النبي الأعظام صلى الله عليه وآله يقول حديث لطيف يقول لا قول إلا بعمل الحر العامل ينقل هذا الحديث في وسائل الشيء لا قول إلا بعمل المقطع الثاني ولا قول ولا عمل إلا بني انتهت القضية القول والعمل والني هل تنتهي القضية عند هذا الحاد كلا النبي الأعظام صلى الله عليه وآله يضيف ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السن يعني أن يكون في خط الله لا أن يكون العمل لله فقط إصابة السن أوضح نموذج عندنا في هذا المجال حركة الخوارج في التاريخ المحدث القم رحمة الله عليه في سفينة البحار ينقل بعض الخوارج كانوا مظللين تضليل يعني حقيقة يظن أن علي بن أبي طالب كافر والعياذ بالله غسيل دماغ جهل وبعضهم كانوا معاندين متجاهلين يقول طعن خارجي في بطنه بسيف إحنا إذا جرح يصيبنا كيف تكون حالتنا فكيف إذا يطعن بسيف في بطنه الآن ما أذكر أنه أخرج السيف من بطنه أو ما أخرجه فمشى إلى قاتله وهو يقرأ وعجلت إليك رب لترضى وقتل قاتله ولعله بعد ذلك سقط ميت ربما حقيقة هذا يكون تفكير أنه عجلت إليك رب لترضى ولكن هذا العمل لا قيمة له عند الله بمقدار شعر القرآن الكريم يقول ذلك القرآن الكريم يقول الذين ظل سعيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هذا هو الأخسر لأن خسر الدنيا وخسر الآخر لعله لهذا المنطر الرجل الآخر في جبهته آثار السجود يأتي إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ويقول له اعدل ما أراك عدلت فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا لم أعدل فمن يعدل إذا النبي معادل إذن من هو العادل أحد الخوارج يعني الذين كانوا منشأ لحركة الخوارج رأوا عبد الله بن خباب الخوارج الخوارج ليس قضية تاريخية خوارج قضية حاضرة معاصرة هؤلاء الخوارج الذين نشاهدهم في العراق ألا نشاهد هذا النمط من الفكر يأخذون الموالين لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ويقولون له اشتم علي ابن أبي طالب وإلا نقتلك نذبحك علي ابن أبي طالب الذي هو نفس رسول الله بآية المباهلة الذي قال فيه النبي الأعظم حربك حربي وسلمك سلمي اشتم وإلا نقتلك ربما بعض الأفراد حقيقة يكون هنا لغسيل دماغ لهم حقيقة لعله بعضهم لعله يظن أنه إذا قام بعملية انتحارية سوف يدخل الجنة هذه التضحية لا قيمة لها ولا قي ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السن في أي خطة تمشي إحنا أيضا يجب أن نفكر كذلك كل واحد منه في كل جزئي من جزئيات حياتنا في أي خطة نمشي هل هذا خط الله أو خط الشيطان العامل الثالث عبد الله بن خباب رآه الخوارج وفي عنقه مصحف فقالوا له إن هذا المصحف يأمرنا أن نقتلك وأضجعوه على شاطئ النهر وذبحوه مثل ما الآن يذبحون في العراق الجماعات الإرهابية التي شوهت صورة الدين في العالم كله جعلت العالم ينظر إلى المسلمين يعني كثير منهم بنظر مجموعة من الإرهابيين المتوحشين الجنات الله تعالى بعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ليتم الحج كيف تتم الحج على كثيرين مع هذه الأعمال العامل الثالث طبيعة التضحية وهل أن هذه التضحية في خط الله أو في خط الشيطان العامل الرابع حجم التضحية أفضل الأعمال كما في الحديث الشريف أحمزها هل تجدون تضحية كتضحية سيد الشهداء في العالم كل إبراهيم الخليل على عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام نموذج واضح للتضحية في سبيل الله ولكن تضحيته الله جعل لها حدا الله أمره أن يذبح ولده وجاء وأضجع ولده وأخذ يمر بالسكين على رقبة ولده فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا الحد هنا الآن ليش الله تعالى جعل حدا لهذه التضحية بعض العلماء لهم نظريات في ذلك لعل لا نتناولها في حديث ولكن سيد الشهداء ظه بلا ما كان حدود لتضحية اختار التضحية التي لا مثيل لها في التاريخ أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين سبي النساء ليس قضية عادية الخطيب عندما قرأ وأدخلت زينب بنت علي على ابن زيال المجدد الكبير رحمة الله عليه قال أيها الخطيب قف حتى نؤدي هذه المصيبة حقها من البكاء تصوروا حجم الفاجعة من هي زينب بنت علي ومن هو ابن زيال ما كان هنالك حد هذا هو العامل الرابع والعامل الخامس نتائج التضحية كل صلاة نصليها يصليها مسلم فوق الكرة الأرضية فهو مدين فيها لتضحيات الإمام الحسيني صلوات الله عليه بني أمي كانوا ضد بني هاشم حاربوا بني هاشم ما تمكن بعدين شافوا ما يتمكن دخلوا إلى داخل الدين ليحطموا الدين من داخل ومعاوية قال عندما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله قال لا والله إلا دفنا دفنا يعني هذا الاسم يجب أن يدفع ويزيد قال لعبت هاشم بالملك لعب كل لعب فلا خبر جاء ولا وحي النزل الإمام الحسين صلوات الله عليه بدمائه أنقذ الإسلام من بني أمي فكل مصل يصلي فوق الكرة الأرضية فهو مدين لتضحيات سيد الشهداء لذلك السيد عبدالهادي الشيرازي المرجع المعروف عندما كان يريد أن يبدأ بصلاته قبل أن يقول الله أكبر كان يقول السلام عليك يا أبا عبدالله لعله كان يقال له لماذا كان يقول إذا لم يكن الإمام الحسين لم تكن هذه الصلاة بني أمي كانوا يقضون على الدين كله وكانوا يقضون على النبوات كله هذه العوامل ضعوها في نظركم العامل الأول شخصية المضحي العامل الثاني هدف التضحي العامل الثالث طبيعة التضحي العامل الرابع حجم التضحي العامل الخامس والأخير نتائج التضحي ولهذا هناك كلمة معروفة تقول الإسلام محمدي الوجود وحسيني البقاء العلة المحدثة شخص خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ولكن العلة المبقية دماء سيد الشهداء ولعل هذا معنى الحديث الشريف الذي قاله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين امتداد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كنبي مدين هذا الامتداد لدماء سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم وآله إذا لاحظت هذه العوامل مجتمعة نعود إلى حديث الإمام المجتبى صلى الله عليه حين قال لا يوم كيومك يا أبا عبد الله لا يمكن أن تقاس أي تضحية بتضحية سيد الشهداء ولا يمكن أن تقاس أي ثورة بثورة سيد الشهداء ولا يمكن أن يقاس أي ثائر بشخصية سيد الشهداء ولذلك تجدون في الزيارات السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله هذا اللقب قتيل الله وابن قتيله هذا اللقب خاص لسيد الشهداء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العارفين بقدره وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالوامضاتي